بسم الله الرحمن الرحيم استكمالا لما بدأناه في الحديث عن شركة المحصة نريد أن نتحدث عن تكوين شركة المحصة شركة المحصة مثلها مثل سائر الشركات التجارية يلزم لتكوينها توافر الأرقان الموضوعية العامة كذلك يشترط لتكوين شركة المحصة الأرقان الموضوعية الخاصة لكن لا يجوز في شركة المحصة الشروط الشكلية فلا يلزم تغافر الشروط الشكلية في عقد شركة المحصة فلا يلزم كتابة عقدها ولا يجوز شهر عقدها لألا تفقد صفة الاستثار لذلك استثناء نظام الشركات شركة المحصة من الكتابة والإشهار ويجوز إثبات شركة المحصة بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البينة نريد أن نتحدث في الجزئية التالية عن نشاط الشركة وكيفية إدارة شركة المحصة فكيف يتم إدارة شركة المحصة بما أن شركة المحصة ليس لها شخصية معنوية أو شخصية اعتبارية وبناء على ذلك لا يكون للشركة زمة مالية مستقلة عن زمم الشركاء فكيف فما العمل بالنسبة للحصص التي سوف يقدمها الشركاء في الشركة من المعلوم أنه في الأحوال العادية أو في الشركات الأخرى تنتقل الأموال أو الحصص التي يقدمها الشركاء من زمة الشركاء وتدخل في الزمة المالية للشركة وبما أن شركة المحصة ليس لها شخصية اعتبارية فبناء عليه ليس لها زمة مالية فأين تذهب هذه الأموال أو الحصص التي يقدمها الشركاء للإجابة على هذا السؤال لا يخرج الأمر عن أحد أربع طرق الطريقة الأولى أن يحتفظ كل شريك بملكية حصته ويقوم باستثمارها وفقا للغرض الذي تكونت من أجله الشركة ثم يشترك مع باقي الشركاء الآخرين في اقتسام الأربع والخسائر أما الفرضية الثانية أن يحتفظ كل شريك بملكية حصته على أن يعهد إلى أحد الشركاء باستثمارها ويحق لمالك الحصة العينية المعينة بالذات استردادها من تفليسة الشريك الحائز لها بعد آداء نصيبه من الخسائر أما الفرضية الثالثة فيتفق الشركاء فيما بينهم على نقل ملكية حصصهم إلى أحدهم ليقوم باستثمارها نيابة عنهم في الغرض الذي أنشأت الشركة من أجله أما الفرضية الرابعة أن يتفق الشركاء على أن تعتبر حصصهم وما يكتسب من أموال نتيجة استثمار أموال الشركة في الغرض الذي أنشأت من أجله ملكا شائعا بينهم بنسبة حصصهم وتطبق حينئذ أحكام الشيوع أما بالنسبة لإدارة شركة المحصة فكيف يتم إدارة شركة المحصة؟ تضار شركة المحصة بأحد ثلاثة طرق الطريقة الأولى اتفاق الشركاء على قيام أحدهم بأعمال الشركة ومباشرة نشاطها فيتعامل مع الغير بإسمه وبصفته الشخصية كأنه هو مالك هذه الحصة وليس للغير حق الرجوع إلا على هذا الشريك الذي تعامل معه أما الطريقة الثانية أن يتعامل كل شريك مع الغير بإسمه الخاص ويلتزم هذا الشريك في مواجهة الغير بنتائج تصرفاته ويعتبر الشريك الذي تعامل مع الغير وكيلا في علاقته بباقي الشركة أما الطريقة الثالثة هي اشتراك جميع الشركاء في الأعمال التي تتم لحساب الشركة فتكون الأعمال بأسمائهم جميعا والتزمون أمام الغير على وجه التضامن متى كان غرض الشركة تجاريا طبقا لقاعدة افتراض التضامن في المسائل التجارية وفي العلاقة ما بين الشركاء وبعضهم البعض تكون علاقة شراقة يتم فيها تنفيذ عقد الشراقة المتفق عليه فيما بين الشركاء أما في العلاقة بين الشركاء والغير فليس هناك علاقة فيما بين الغير والشركاء ولكن العلاقة تكون مباشرة ما بين هذا الغير وما بين الشريك الذي تعامل معه فقط ولا يجوز الاحتجاج عليه بشركة المحاصة انقضاء شركة المحاصة بما أن شركة المحاصة من شركات الأشخاص لذا تنقضي بالأسباب الخاصة بشركة الأشخاص وهي وفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو شهر إفلاسه أو إعصاره وكذلك تنقضي بالأسباب العامة التي تنقضي بها جميع الشركات وهي انقضاء المدة المحددة للشركة وتحقق الغرض الذي أنشأت الشركة من أجله وانتقال جميع الحصص في يد شريك واحد وهلاك جميع رأس مال الشركة أو معظمه أو الحل الاتفاقي أو الحل القضائي أو صدور قرار بحل الشركة من هيئة حسب المنازعات وأخيرا تصفية الشركة وقسمة أموالها تخضع تصفية الشركة وقسمة أموالها لنفس إجراءات التصفية التي تحدثنا عنها في حين الحديث عن تصفية شركة التضامن وقسمة أموالها فيقوم الشركاء بتعيين مصفي أو يقوم القضاء بتعيينه عند الاختلاف ويعزل بنفس طريقة تعيينه ويتم سدد ديون الشركة وتصفية موجوداتها واستفاء ديونها لدى الغير ثم بعد ذلك يتم قسمة الأموال بحسب ما تم الاتفاق عليه فإن لم يكن هناك اتفاق فيما بين الشركاء على كيفية توزيع الأرباح والخسائر فتكون قسمة الأرباح والخسائر بحسب المشاركة في رأس المال وإذا كان هناك اتفاق على كيفية توزيع الأرباح والسقوط على الخسائر فيتحمل في الخسائر بنفس نسبة المشاركة في الأرباح كذلك إذا كان هناك اتفاق على كيفية التحمل في الخسائر وسوكة عن كيفية توزيع الأرباح فيكون الاستفادة من الأرباح بنفس طريقة التحمل هذا هو القدر الذي يمكن أن نتحدث فيه عن شركة المحاصة